دكتور نجلاء احنا دلوقتي بنتكلم للعرايس اللي بيسمعونا عايزين يعرفوا روتين جيد بالنسبة للجلد لكن في عرايس اول ما تكلميه عن الجلد تقولك لا ده انا بقى الليزر وانا هعمل الليزر وتبصي تلاقيهم بيتكلموا في فترة قريبة قوي من الفرح الاول كده بقى عايزاكي حضرتك تقول لنا ايه انسب وقت العروسة تبدأ تعمل الليزر للجسم المفروض صح ان احنا نبتدي قبل الفرح في فترة لا تقل عن 8 شهور 8 شهور اه لان جلسات الليزر بتبقى من 6 ل 8 جلسات جلسة كل شهر ما ينفعش ان احنا نبقى مقربين المسافة فالمفروض ده انها تبتدي من قبل الفرح بفترة طبعا حتى كمان احنا كمان بنقول المناطق اللي هي عايزة تعمل لها كمان تفتيح او تعالج التسبغات لازم تبتدي من فترة لا تقل عن 3 شهور 3 شهور 3 شهور للتسبغات و8 شهور للبصور المسام الواسعة كل ده بياخد وقت ما يقلش عن 3 شهور اما الليزر ازالة الشعر لا يقل عن 6 ل 8 شهور يعني طيب دلوقتي بيبقى فيه كذا مشكلة بتقابل العروسة حتى لو اخدت بالها انها تحفظ على الوقت اللي هو 8 ل 6 شهور ده ازاي تعرف ان تم اختيار الليزر المزبوط لها خصوصا ليه باسأل حضرتك ممكن تقولي لي لا ده الدكتور او الدكتورة هما اللي هيحددولها نوع الليزر الصح المفروض ان هي لازم يكون طبيب متخصص ولازم هو هيعمل تست للجلد بتاعها على حسب نوع الجهاز او المستخدم والحرارة اللي هنزبط عليها الجهاز ان هي لو جلدها سنسب مش هنعرف نعمل على حرارة علي عشان ما يحصلش طبعا حروق ما بعد الليزر فالدكتور الطبيب المتخصص هو وصمرة او شقرة بالزبط درجة اللون درجة حساسية البشرة فعشان كده بنعمل اختبار في منطقة مثلا زي الدراع للحرارة والمطلوبة اللي احنا هنشتغل عليها انا ليه بسأل حضرتك كده لان دلوقتي على الانترنت بيقولوا البعض لا مش حكايت بيقولوا البعض الاجهزة الصغيرة اللي هي الهوم يوز بتاعة اجهزة الليزر بقت متاحة على الانترنت وممكن بيجيبوها من الثوء يعني متوفرة فممكن واحدة تغلط ويتسبب لها في حروق ممكن تقول لنا ايه عيب ان العروسة او البنت عموما ان هي تستخدم الليزر بنفسها اللي هو الاجهزة الهوم يوز لو هي مش هتقدر تبقى بروفشنال فين هي عارفة انها تتزابط على الحرارة ايه بس هو غالبا بيبقى الهوم يوز ده الحرارة بتاعته بتبقى اضعف بكتير فينك كتير اتحرقوا على فتح عشان هم بقى طريقة بقى الاستخدام ازاي ان انا هعمل كذا مرة يعني باجي على نفس الاسبوت وعيد عليها كذا مرة دي تحرق دي تحرق اوكي هماني ازاي تاني حاجة لو هي جلدها سنستف اصلا حتى عولوها على حرارة قليلة فبرضو مش هينفع تاني التالت حاجة هي ما بتعملش بعديها المرطبات للجلد عشان تقلل من الاصابة بالحروق اوكي تاني